بس هنا لازم نقول بيبقى التحدي الأساسي اللي بيكون عند الأمهات أنا ليه بكلم عن الأمهات مش عشان أمه الستات عشان الفترة دي بتبقى أكبر فترة موجود فيه الطفل مع أمه بأكبر وقت ممكن عند الأمهات بيبقى فيه تحدي في الاستقلال الأولاد خاصة في مرحلة المراهقة وهو الخوف المبالغ فيه تلاقي الأم خايفة طول الوقت من العالم الخارجي الرفقة السيئة التصرفات إن الإبن يتعلم أشياء مش جيدة فبتحاول طول الوقت إنه يتقلل تواجده في المساحات اللي هو لازم يبقى موجود فيها في المستقبل فبتحجبه أحياناً إنه يتقلص فرصه وتمنعه من الاندماج والمشاركة مع الناس وإيه لا يحصل وبيكون بديل لأولادها إن هي تعمل حاجات تانية طب والبديل هو إيه الولد كان في مشكلة ما بدل ما تساعده وتسنده بإنه يتفكر معاه في الحلول وتدعمه وهو بيحاول الحل تقوم هي بكل ما عندها من قوة تروح عاملة إيه تروح هي عاملة الحل وتفتكر إن هي كده منحته الأمان هي في الحقيقة هي سلبته الاستقلال وكذلك ممكن تبالغ في الخوف فتستخدم دايماً شريط الولدية الانتقادية أنا شفت ناس بتربي أولادها كده بتاع أنت على طول عمرك ما بتعمل حاجة صحة ولا حاجة عدلة فتعمل إيه فإما يفقد الولد الثقة في نفسهم فيكون اعتمادي أو يمارس الاستقلالية من خلال التمرد بعنف وبنفور شديد وكثير من الناس اللي أنا قابلتهم بيجي لهم حاجات لواسات زي لواسات الإلحاد ولواسات التمرد بأشكال متعددة وأنا بقول إن في مصر إحنا عندنا سيولة دينية ما عندناش المعنى ده بشكل كبير هي جاية من فكرة التمرد ففكرك إنك تملي تيجي تملي على ابنك الأراء وبخاصة إنه هو مراهق ويدر نفسه إيه اللي خلى المراهقة دي بالمناسبة يعني إيه اللي خلى المراهقة دي وصمة إنه هو فترة الوصم لا هو مش فترة الوصم ده فترة من أهم الفترات اللي ممكن يكتشف فيها حياته من أهم الفترات اللي بيسأل فيها يعني أكتر فترة بيسأل فيها الإنسان هي فترة المراق فهو جاهز مسامه مفتوحة إنه يسأل وتبادل المعرفة بس إحنا لازم نعرف إنه لما بيسألنا هو مش هياخد الكلام ويسكت لأنه بيكتشف العالم وبيحاول يتعرف على مساحته في العالم ده فلازم نكون مستعدين إنه هو بيطرح تساؤل وإن إحنا الحوار يكون ورايح جاي بنا لازم نغرس في أولادنا بزرة القيمة وينسبهم يختاروا ويجربوا الطريقة اللي يعيشوا بيها بالقيمة دي بالطريقة اللي بتناسبهم كتير من البنات والأولاد يجوا لأمهاتهم وأبأهم يقول لهم أنتوا ليه مش واسقين فينا تأكدوا إنه إحنا عناعمل السواب فساعات يجاوبوا عليهم إجابة أنا ما بحبهاش إحنا واسقين فيكم بس مش واسقين في المجتمع فهما بيقول لهم إنه إنتوا أضعف من المجتمع فبيحصل إيه؟ فبيفقدوا السقة إنهما يقدروا يعيشوا بشكل صحيح ومن أكتر الحاجات اللي بتأذي أولادنا بشدة إننا نمارس شكل من أشكال ابتزاز العاطفي معهم لما يكونوا مقبلين على قرار مش عاجبنا ويا سلام شوف الكلام ده واتبقى في مسألة إنها هي تختار أدبي ولا علمي لما نكون في المدارس العادية أو إن هي مثلاً هتختار إيه المواد اللي هتاخدها السنة دي في الآي جي ولا أي حاجة على طول أولادنا إيه اللي حاصل فيضطروا الأولاد يكسروا إرادتهم عشان يراضونا ويا سلام لو إن الأمر ده امتد مثلاً ويا دخلت الجامعة بدري 17 سنة أو 18 سنة فيضطروا يسيبوا الحاجة اللي أم عايزينها عشان يعملوا ويحققوا فرصتنا التانية أولادنا على فكرة أولادنا على فكرة مش فرصتنا التانية أوردنا هم أولادنا فبلاش نمارس معاهم من الابتزاز العاطفي لأن الابتزاز العاطفي مش هيعود بخير عليهم أولادنا ليهم حرية الاختيار والواجب علينا إحنا إن إحنا نساعدهم ونرشدهم وندعمهم للوصول لأفضل قرار شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيتكلم عن أولاده يقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين يا سلام وبيتكلم على إيه طفل صغير ومع ذلك حضرة النبي يتكلم عنه بهذا الكلام الذي يشعره بأنه له مكانة وعشان كده ده اللي يتناسب مع بناء الشخصيات ترجمة نانسي قنقر